اشتركوا في القناة 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 بيشرب زيت كتير وكتير بتوسخ بسرعة يعني فانا حبيت انه مثل حاططته مودي كور حاططته بس للحماية هاي القصص شايفينا هون لطقومة الكهرباء كلها رح تنشار هلا دخلنا على غرفة الضيوف اللي هي رح اضل رمضان فيها يعني انه اضي رمضان فيها لانه ما زال البرد قارس عنا في تركيا فصعب انه انا كنت كتير حابة انه او هيك متأملة انه انا رح يكون رمضاني بغرفة القعدة وهي بضل غرفة الضيوف للعزايم وهيكة بس للاسف لا ما رح يزبط يعني درجة الحرارة لا ارتفعت هيك فجأة درجات الحرارة متن ارتفعت درجة الحرارة فورا رح انتالع هذيك الغرفة فهيك عملت ترتيبة فضيت متل ما شايفين كتير فضيت خاصة صدر الغرفة لانه بكرة الصباح رح توصني غرفة السفرة فهيك بدخلو على نظافة وبتنحط هي على نظافة ومتل ما شايفين على البرد هاي اول شغل اللازينة رمضان لانه بعد ما تنحط غرفة السفرة كتير صعب علي انه انا اعلق وهيك فعلقتها قبل اللدات اللي على البرد وعطت جو كتير حلو يعني طلعت انه انا ليش عباشيلا بصراحة رح اتركها دائما موجودة على البرد وبتعطي اضاءة كتير حلوة وجو حلو للغرفة الليلية متل ما شايفين حطة على اليسار من تحت اضاءة ارضية وهي جنبها اضاءة مخفية تحت البرد كتير حلوة وصلت الغرفة عبي طالعوا وعندي كندخانو كنوتك كنوتك فهلو عم بطالعوا الغرفة وبصراحة منتحت عم في راجع ليعب بتجنن مو الغرفة هي عفكرة طاولة وكراسي بس انا اخدت الكنصور رح اخدو من ترنديول مختلفة يعني فهلو بص طالعوا رح صورتون ياها موسيقى 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 وهلأ وصلنا على أحلى فقرة باليوم اللي كتير بعشانو أن أقصو لكم ياها هاد الترتيب اللي عملته هلأ اللي شايفين معادة التعزيل اللي كبير اللي عملته للبيت لشهر رمضان بيعطي راحة نفسية حابة أشجعكم كلها تقوموا ما بقين شي لا يجي رمضان خلاص يشغلك قبل لا تعبتي حالك قبل بيومين أهم شي عندي أنا الصالون اللي رح أقضي فيها شهر رمضان هلأ مثل ما شايفين ما رح أطول عليكم خليني ندخل الموضوع فورا دولتر بزينت حضرتهم هون مؤقتا لأنه بصراحة ومالون محل هلأ رح تشوفوا بالغرفة هون ضليت بهاي الغرفة رح أشتي فيها أساس أنا رح أشتي في غرفة القعدة الثانية بس برد كتير يعني تطلعوا لقينا درجة البرد فرجيتكن لأنه أنا حاطة هاي لأنه حتى من هاي الفتحة عم بيطلع برد فأنا ما نحابة إنه مشان ليلي وهيك إنه تمرض أو حتى وأنا شعلت تدفئة كتير برد بهديك الغرفة فمضطرر أنه أنا قضي رمضان بهذه الغرفة إلا إذا تحسن جاء وخلاش رمضان رح أنتقل ورح أشارك معكم على هذيك الغرفة مع ديكو الرمضان الجديد الشغلات الموصية عليها رمضان بعد هالفيديو مباشرة حينزل فيديو رمضان أوكي هلأ هون متل ما شايتين الترتيب ضل نفسه التجديد هو وراي هلأ عبا خبي أنا لأنه جايدكم عليه بتعرفها إغزانة التلفزيون هلأ حاططتها هي مي لهالغرفة هي لغرفة القعدة هذو التربزات المكان الوحي اللي حسيت مناسب هون تركت المرجوحة هون مرجوحة رحطها على البرندة هالسنة قررت أحطها على البرندة لأنه بكل غرفة عم تاخد كتير مساحة كبيرة الديوانات بهالترتيب هون طاولة النص مع السجادة شوفوا غرفة السفر متخيلتها تطلع بهالجمال حتى البوف شلته اللي كان هون هلأ حشوفوا لي الألاطئ حطيتهم على الزاوية وهون حطيت الفوانيس وهون اللمبادير خففت كتير من تعجيء الغرفة بالنسبة للبرداي بالليل رح فرجيكم الإضاءة هاي بلشت بديكور تحضير رمضان فحطيت اللذات على البرداي اللينجوم والإحلال وهالقصص وهون القلطق الثاني وهي طاولة السفرة صارت جاهزة الحلو فيها أنا وقت اللي اخترت الغرفة متل ما قلت لكم أخذتها تصميم يعني أنا رسمت له إياها وفيه شغلات نائتها أونلاين موديل الكرسي موديل الإجرين موديل الحركات كل ياتها أنا اللي اخترتها إنه مثلا طاولة هيك بدي وشها لونه من تحت هيك لونه حتى تتناسب مع الغرفة حتى إذا لاحظتوا هون كل ياته لونه أسود وإلى ذهبي خليتها تكون مناسبة للديوانات فهي النتيجة النهائية ممنونة منها فهو ما تتخيلوا عن جد عن جد يسلم إيديهون كتير كتير ممنونة منها هلأ هي 6 كراسي الطاولة طولة مترين على فكرة فهي بتسعت من كراسي عم بختر لي إنه أنا أجيب كرسيين لهون هلأ ليش حتى طولت السفرع بهذا الاتجاه لأنه لسه عندي غزانة التلفزيون هون غزانة التلفزيون مستحيل أقدر أحطها بأي زاوية تانية من الغرفة فهي خلاص هون هلأ محطوطة بس أشيل غزانة التلفزيون على غرفة القعدة رح أشيل هاي الطاولة وأحطها هون بهاي المساحة اللي عندي هون على الورق الجدران هلأ أنا ما أخذ قنصل بسراحة لأنه ما بدي أضيق الغرفة والإغراض الموجودة بالغرفة أوردي كتير كتير فماني حابة إنه أنا أعجق فيها بس شوفوا دائما بقلكم النصيب سبحان الله وقت بنقي الخشب دائما مثلا ما بعرف درجات اللون عن نظر بقول مثلا هاللون أنا الغرفة اللي عندي يشوفوا نفس الألوان نفسها هدا هون لأني عكس عليها الشمس من بينها بس هي نفس درجة الألوان على تمام مع أنه أخذت كل أطعم بالغرفة من محل يعني عن جد أنتم ما بتعرفوه المتابعين جدد ما بيعرفون أنا أخذت ديوانات فصلتهم تفصيل عند واحد الألاطق أخذتهم عند حدا تاني الغرفة السفرة فصلت عند حدا البرادة عند حدا هدول أونلاين أخذتهم فشوفوا يعني هيك في الأخير اشأتطلع كله متناسق مع بعضه وظابط فهي إذا كان عندك هيك نظرة أنه أنت كيف تطبقي وتلبقي هالقصص فبيطلع شي إنه كتير مرتب هلأ الكراسي مثل ما شك حطيتهم كاتجون بعض لأنه هي الطاولة 8 كراسي أنا ما توقعت على الفكرة أنه هي 8 كراسي بعد ما جبت شفت أنه تناسب فحبيت أنه حطها دولة بالزوايا ومت إذا لاحظوا شلت المخدات الخضرة لأنه لديك رمضان جبت مخدات تأخذ العقل رح ألبس ها بس هلأ هيك هذا الترتيب فوقه رح تشوفوا ديكور رمضان فهي رح أقرب على طاولة السفرة أكتر هلأ هون بشهر رمضان رح تكون هون طاولة السفرة والعزائم هون وبنفس الوقت بتناسب أنه الضيوف يقعدوا هون ما أغير من غرفة لغرفة ومريحة بنفس الوقت هلأ 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 قلت لكم شلت البوف شلت كثير شغلات موجودة كانت بالغرفة حتى ما تعطي تعجيئ صاد ومريحة نفسيا كثير كثير واللون الأسود كثير ممنون منه رح بجيكم تفاصيل الكرسي هلأ الشمس عاكسي علي فمن بيين كثير هيك الظهرية بتكون منجدة موديل الكراسي أخذتهم كلاسيكي لأنه حتى سأجدد وأغير حركة الطاولة اللي موجودة هون هي التحزيزة اللي شايفينها هي مع كمان الجهة الكلاسيكيات هيك مع هذا الوش الخشب كثير عاطفة خامة وفي نفس الوقت مودرن وفي نفس الوقت كثير حسيتها مريحة بس مشكلة إنه كراسية كثير تقال زيادة عن لزوم تقال بالنسبة للمفرش طاولة رح يأتي مع هلأ هنوصلوني فالسه ما فتحتهم رح افتحهم معكم بالفيديو اللي بعدها تكون ومنتظرينه ديكور رمضان فأنا هيك بحب ما أعمل ديكور رمضان اللي هكون معزلة بيتي ومضبطة الغرف وأحط زينة رمضان على ديكور اللي جديد اللي عملته هلأ هاي حسيت هون خضار كتير بالغرفة فهيك صار رح فرجيكم منبعيد شوفوا ليش قطصارت حلوة هيك صدر الغرفة ها واللمبة دي العفوان كمان فيو خضار فهيك صارت كتير مليحة نفسية وكتير حلوة لسه بالليل عملت إضاءة مخفية تحت شايف هنا تحت الطاولة رح أجيب كمان وحدة إضاءة مخفية كلما كانت الإضاءة واطية كلما تعطي راحة نفسية كلما كانت الإضاءة عالية كلما بحثت ما بتكون أنا ما بحبك كتير كتير قوية بس هي إنو خارج عزايا مهيك بتعطي جو كتير حلو للغرفة حباي في هذا الترتيب النهائي للغرفة لشهر رمضان اكتبوا لي بالتعليقات إذا حبيتوا وإذا حبيتوا غرفة السفرة أو لا هلأ بالنسبة لغرفة السفرة أنا قلت لكم فصلت تفصيل كل تفاصيل هذا المحل فيكم تتواصلوا معه إذا حبينا تواصلوا وأسعاره يعني عن جد بالنسبة مع السوق نفس الطاولة هاي أنا لو رح أخذها جاهزة ضعف سعرها ضعف يا جماعة مو زيادة ألف وألفين ضعف سعرها فرحت أنا فصلت وبجودة كتير كويسة وبالحجم اللي بدي إياها وبالألوان اللي بدي إياها فبسعر أرخص فهيك دائما نكونوا سمارت بالديكور وبهال قصاص يعني فرش بيت هاي فرش حلو بس بنفس الوقت ما تتكلف كتير لأنه منمل منه وات يجي بتغيري ما بتندمي ما بتنقهري أنا أنا حطة حقة بلاوي زرقة وبدي هلا أغيرها وبطلة تموتها فبتغير وانتي قلبك هيك قوي أوكي وهيك حبايا بكم وصلني هات الفيديو إن شاء الله بعد يومين رح ينزل فيديو ديكم رمضان كون ومنتظاره بحبكم كتير كتير لا تنسوا تحطوا لي لايك لها الفيديو وإذا ما تابعيني أكيد اشتركوا في القناة